ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر الدولي الماء من أجل التنمية المستدامة 2018-2028 في دورته الثالثة والذي تنظمه جمهورية تاجكستان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في العاصمة دونشبه وألقى سعادة وزير الكهرباء والماء كلمة أكد فيها حرص مملكة البحرين على المشاركة في هذا المؤتمر الدولي الذي يجمع المسؤولين بالحكومات وممثل المنظمات الدولية والإقليمية انطلاقا من ضرورة العمل الدولي الجماعي لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية أكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين أطلقت العديد من المبادرات التي تعتمد أحدث الوسائل التقنية لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه ضمن الجهود الوطنية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر